أوقفت لجنة الانضباط اللعب السابق لوفاق سطيف غيلاس جناوي إلى غاية الاستماع إليه كما وجهت استدعاء إلى الأمين العام لشباب قسنطينا ونظيره من وفاق سطيف للمثول أمامها من أجل الفصل في قضية اللعب بعدما وقع سابقا في شباب قسنطينا وهو على ذمة وفاق سطيف ثم فسخ عقده مع الوفاق للالتحاق بالمصر البورسعي